اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في صبري 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 ماذا المشترك؟ لا يوجد مشتركات هنا تدعم ماذا؟ راني يوصف طبعا هين درستم او مارلين موندون؟ هين درستم طبعا غادة عبد الرازق او صمال خشاب؟ غادة عبد الرازق شفت حرتك ولمعة في عينك غادة عبد الرازق شفت لحظة شبه شاب لا لا ابدا 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 شاب شاب كفجر اه 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 كلمة واحدة هترد بكلمة اللي انت بقى اللي جالك الاحساس اللي حسيتوا بسرعة جدا هي هب تأ هب تأ اهم حاجة هب تأ مش التمثيل غية النكد لا النادي الاهلي الصحاب احباب المهرجانات ادواء مش لازم كلمة واحدة مش اكبار يعني وقلت كلمتين تلاتة اللي انت حسن ادواء المدينة هاة مثلا الكوميديا حبيبة قلبي الأكل لزاهة الضلمة وحشة الكذب رخامة كوكب الشرق كوكب الشرق كوكب الشرق الصوت العالي كوكب الشرق مع العلم أعزائي أعلى صوت في أصدقائي هو محمد صارو محمد صارو أبدا رخم موبايلك ليه الزمن سيف عمر دياب منزك محمد كريم بالبورنوس ظاهرة شكابالا وحش وحش أكثر حاجة بتخوفك الحسد حسن انتك عايز بني هروح 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 لاتك كيف تنفع ماتير فناش بك ماتير فناش أنا اسم اناس حمو بيك متعبش اعجب لا انا مش في السجل المدني بإمانة مش هقعد أسأل على وظائف الناس لا بجد عايزي مننا الزحمة الزحمة ضلمة لا بجد نجد مقبولة جدا انا افكر اذا انا مش موجود الزمن الزمن سيف نهير أمين أمين؟ اكثر حاجة تخوفة ايه؟ أكثر حاجة تخوفة ايه؟ أكثر حاجة تخوفة ما فلك الحاجة تخوفة؟ ما لدي Universal بالطبع يا رب بصدر أمن الله أنا عايز ألمس بقى تلمس التقل التقل في نفسك محمد صروت والأنسة الأنسة في حياة محمد صروت من خلال بعض الأسئلات أتسمحوا لي تفضل سيدي كان لي صديق الفيلسوف في حبي جلباتي شغوف ماذا أحلى حاجة في الأنسة؟ أحلى حاجة في الأنسة والشاه وأحلى حاجة في صفات وطباقة على الأنسة؟ حليتها ولطفتها ماذا أوحش حاجة في الأنسة؟ رخمتها وغضبها على المستوى الفيزيكي عندما قلت لك أجمل حاجة قلت لك وشها أوحش حاجة؟ لا أحش حاجة لا تنتيك مقبول جدا مقبول جدا طب أنت متفق معاين الستات أخوة وأسكا من الرجل؟ بيركزوا أكتر في تفاصيل في تفاصيل يعني أوقات الرجالة ممكن يشوفوا الموضوع عام ولكن هما يشوفوا تفاصيل جوة بيهندسوه آه اللي هو سكان آه سكان كامل انت السكان بتاعك سطحي أو كرامل أنا ممكن أشوف الغلاف من برد بقى الزبط لكن إكس ري إكس ري الكانتالوب الكانتالوب ستجد إيبه من برد كده خشن وما تفتحه تكتشف أنه أخضر وطري جدا آه البذري بتاعه حتى مش مؤذي آه تركيبة كده الكانتالوب انت بتبعلك كانتالوب بالظبط آه 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 ممكن ديني إنت كده من إنتات حد تحسه فنان بس الحقيقة هو طيب القلب جدا لأن الكانتالوب بتمسكت ليها خشنة تفتحها تلاقي الدنيا وممكن عاد الأدم الله لطيف الهنت جاب معكم عالو ده الجوافة بيحة الخارنة يا سلام البرقوق اللحمة وجوده تحس أن انت عايز تاخد البرقوقة يعني لو فيه 3-4 بقى في الوقت انت عايز تاخد البرقوقة ممكن يمين الحرنكش آه ممكن جورج تدون رائع إجابة جانين ده وما جاتش الباليوح وحلايق القشطة القشطة عارفها الخضرة دي اللي آه القشطة القشطة وحشاتنا شايف ممثلات بيتعدي قدامك القشطة وحشاتنا القشطة وحشاتنا هندروسطن آه القشطة التين البرشومي النبيل السيد آه تيني الشوي أه تيني الشوي آه اسمه ودا بحمدي البطيخ البطيخ وما أدرك ما البطيخ وما أداك ما البطيخ وبيرطب في يجب السيف كده كده آه أه هما بتقول البطيخ إليوسيفي إليوسيفي ويقسفني يعني اليقسفي فريمانس الرمان رمان مدولي كنت وانت صغير تلمي كوينات عشان تنظل تبص على البنات اقلام اقلام مش كوينات اقلام جاف اقلام رصاص اقلام رصاص وصلت الشنطة بقى كلها والد للامة دي عشان او عايز تاخد وقتك كنت ارسألك اصلا ما ما بترمي القلم وتنزل تجيبه دي لحظة يعني انت كنت من ناس الشيك يعني مش تنبل ساعة ونص بيجيب القلم لا يا فهر انا كنت اعمل تحور كامل ارمي الشنطة فالشنطة فيه قلم سرح براية جريت بلم كشكول تلبيس واضيع اه جدا فلازم فيه سيناريو بيزنس بتعمله بيشتاع ونص بيجيب قلم عمر قديب او برايم عيسى لا باسم عمر قديب عمر قديب احمد موسى او فيلم موسى ماذا؟ انت كنت هكجة احباد موسى او احباد موسى احباد موسى لا انت تتكلم جد احباد موسى احباد موسى احباد موسى او انت تقلم جد واحباد موسى اسقص حد المرغني من الاطبح؟ ماذا؟ يمكنني أن أقول من الأحدب؟ سأقوم بأخرى من الأحدب نلعبها سوا بعضين، ولكن الآن يقول لي من الأقبح فيهم؟ الأقبح؟ هم مصحبنا فلا سيزعلوا فقط طبعاً أقبح أو أحمق من الأحمق؟ ما هذا؟ ممكن أن أقول من الأحمق؟ طبعاً نبدأ بالسؤال، من الأحمق؟ الأحمق؟ ممكن أن أسقص ليه حماقة، والبرغاني ليه حماقة فهما الاثنين من حيث الحماقة من الأقبح؟ الأقبح، أسقص ممكن أسقص ليه؟ الأقبح أنت ترن حمدي أكثر وسامة؟ أكثر وسامة بخصوصة بالشفة أكثر أربعة مقسوم الشفتين بص، نحن طبعاً ضد التنمر وما ما نحضرش بالحاجات دي فأنا أخش في السؤال اللي بعده لفضل عمري دياب أو ميا دياب؟ عمري دياب أنت كذاب ليه؟ عشان أنت قدامك بابين، باب مكتوب عليه عمري دياب، وباب مكتوب عليه ميا دياب، هتدخل باب إيه؟ عمري دياب أكير؟ تنبغي الأول لأيا جاء؟ أحش على ما دياب؟ لا، لا، لا لأ، لا لأ، إني تنبغي، اتفضل إني تنبغي، تنبغي، تمتغي، مالي، اتفضل، مزي، تنبغي، Uganda، ولكن أنا لكي أنت صاحبي أشعر أن إجابتك مبتزلة كاذبة تقول لكي عمر صاحب أنت لو قدامك بابين في عمر دياب وصوريام هنا دعوه بصراحة تدفعني للإجابة للحقيقة، أنا أريد سروة الإنسان اكملنا أنا وداني طويلة أنا خايف حاجة تنزل من الودان فجأة وأنا أتكلمك حسني فيه نمل صغيرة ينزل صف لا أبداً فيتقابل مع حاجة نازلة هنا إذا أخرج قردون مباني قريب بإذن الله أو فتافيت تعيش فيه و تروح وقع أنا أشعر حاجة هنا أو حاجة تنور جوء هتخال لعاك موقف أنت لسه ما تجوزتش مونة لسه شاب جديد وتعرفت على بنت يا أستاذ من فتيات الأحلام يعني حاجة وكمان عزمتها على حفلة في الأوبرا لعمر خير والموقف كالقاتي أنت البدلة الحلوة و رايح بها و حاجزت لها فوق كمان فراحين مع بعض و تطلع السلالم الطويرة دي بقى و قبل أن تطلع السلالم مباشرة أنظار و تنبيه داخلي أن كل العك و الكرومب اللي جوه معدتك عمل مشاكل و حالا في دفعة خارجة من المعلومات و الغازات أيوة هتقلب الأوبرا تعمل إيه في الموقف ده ولو احتارت ممكن أتديك اختيارات ماشي تحب تخلي على طوب ياريت ياريت تحب التخليل وأنا أتحق لك ولكن هذه هي شيء مختلفة لانني لم تفعل ما تفعل لوحزت لما يقل عن شقه نعم يجب أن تفعل المكان و لا يقل عن شقه فأناك أفكاد هل هناك فكرة أن تقول لها ثانية لوقت اتوقيت عن هذا العربية وهذا chúngطة أخلها و هي قريب الوحزت ثالثة أخذ الحمام ولكن هناك مشكلة ستبقى معنا في كل هذه الأحوال مشكلة إنك لو اتحركت بسرعة ده في ريسك طبعاً لو خدت القرار أصلاً أنت تقول لها نطلع وتحاول تتماسك مصيبة لكل سملمة مع أول قعدة أنت قرح أنت كل دوست تسلم يا أستاذ سيعة بحة بالضبط هذه الأختيارات التي عندي وأنا مش مختنئ براحت فيها لا تشوف الاختيار تالي ولا اختيار من دول مش عاكبينة طب حاول تحل الموقف بقى لو أنت فيه لا أتفكر لا أتضطر أن تفكر معلش أفكر مفيش بقى أحنا نخش في الزحمة ومع أول زحمة على طول أوكي مقبول فكرتني بإجابة أحد الأصدقاء أحد الشرفة مصطفى خاطر أحد الشرفة قال لي حل جميل قال لي أن أتماسك بقوة فضيعة و سأعدي السلم على خير وأما أن نصل إلى فوق أما أن يعمل الأشياء التي هي فيها 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 فقلت له لا هذا عمر خايرت قال لي أنه لا يوجد مشكلة في قدرة عم أحمد شغالة قال لي فيها عملها مع توزيع موسيق عجبني جدا مع أن الأوقع أن نعملها مع البيانو بالضلطة عشان كلا حبي بسبع رأي عشان طويلة 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 فيها و مع تقسيمة عشان الكروم ببقى فتأخذ رأي لكنهو مع البيانو ممكن يثبت نغمة بقى بقى أيوة 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 فيلاسوف أقول لك يا جماعة فيه ناس كده السؤال يحلو معا والله فقى عمل تنبو جديد للنغمة و الغازاته ووارد أن عمر خايرت فيه يبقى سمع البقى فيشتاق يقول له تعالى معايا يبقى أضاف أضاف لا ياخدوا فرقته معايا طبعا بعد كده حيبقى له المكروفون يا أيقب بقى بدي دهره للكمهور ومايك قدام بقى معا كل نغمة على فكرة أحترم إجابتك لا لازم نستفيد بيها وأشكرا ما تطلعش كده في الهواء يا جماعة عظم أنت زغزوغة؟ أماكن مش كل أما بس أماكن بموت منها تسمح لي تقول لي مكان من الأماكن؟ لا ما ده سر يعني من المعودة غارة زغزغ في كل حتة ده سر مونة الوحيدة اللي عرفتك مونة اللي عرفتك أه والله العزم طب عرفه من مونة عيني ممكن تتسبب مونة أسألها بلدك بلدك للاسف لماذا؟ الفقرة دي خلصت لماذا؟ أنا مبسوط قوي لكن الفقرة دي خلصت لا والله وتقريبا كل الحلقة خلصت لكن أنا نسيت من كتر من أنت لغبطني أنا خلصنا وإنك لا أعرف أنا أستنتعت ولا تهبالك ولا رحت في داخل ولا تهباشت هي حلقة غريبة بس خربت عصر أك أنا فعلا بحبك وفعلا بجد أشكرك أنت جيت في هذا الهبل متولد أخ وصديق وأنت ما تتأخرش عن الهبل أبداً أنا في الهيافة ما تتأخرش أبداً صاحب واجد في الهبل أول يعني فين الهيافة أروح لها بحبك وأشكر والله لا لا يا عمد يا دجلن أسئلة يعني يصعب على الأمثال إجابتك بأمانا يعني خلاص لا أسعى عمر متولي صديق جميل جداً وعزيز جداً صاحب صاحبه طيب أوي فنان وحساس جداً ده برضو من الحاجات الجميلة جداً يعني الحقيقة طبعاً عمر بيفصلني بيحكي الشغل بيدحكني من الكاركتر مش من برا الكاركتر جدعة بيزعل يختص إزعل إزعل على طول ما نزعلش تختص يعني خليك بتواجه انبسط قوي قوي سلام يا صيعة أنا عايز أهمت دايب خايف أعمل حاجة عك رح تتكلم كل أصحابي عشان نعمل حاجة نفوق كل ما نتكلم لي لكلمة ونحاول ندخل في الكب نرجع تاني القياة في حالة ونروح تاني للكلوب كلما نتكلم لي لكلمة ونحاول ندخل في الجد نرجع تاني القهيا بحالة ونروح تاني للتشوف ونروح تاني للتشوف